أولا ما هي حكومة الوفاق؟ حكومة الوفاق لا تملك من أمرها شيئا حكومة الوفاق في الداخل الإرادة والقوة للميليشيات الإرهابية والمجموعات المتطرفة وخارجيا هي تتبع لأردغان وتتبع لأمير قطر وبالتالي هي عبارة عن وسيط فقط ما بين هذه المكونات جميعها والمجتمع الدولي كواجهة سياسية نالت الثقة وفق الحوار السياسي وبالتالي لا تملك من أمرها شيئا على الإطلاق حكومة الصخيرات حكومة متواطية السراج متواطي وخان الشعب الليبي وخان كل الطموحات الليبيين في دولة آمنة وتحالفة ووقع اتفاقيات ذل ومهانة وعار مع تركيا وحقيقة نحن قلنا رأي بصراحة في هذا التوجه السراجي في السابق والبرلمان الليبي تحدث عن ذلك وشعب الليبي كل يوم مظاهرات ولعل الاجتماعات يوم الأمس في ترهونة لممثلية الشعب الليبي لأننا طالبوا صراحة من المجتمع الدولي بيسحب الاحتراف بحكومة السراج لأنها أودت بليبيا إلى منصرق خطير جدا